الخداع اللي يقول نشوفه بقلبنا يرفع عيده نشوفه بقلبنا نحن نشوفه بقلبنا عشان شذي نقدر نخدع عيننا ولخدعنا عيننا حولنا المكان بأساليب الخداع وأدواته والطرق اللي الحين راح نتكلم عنها بشكل رائع جدا لأن احنا مرات المساحات الموجودة ما تخدمنا أو فيها عيوب لما نخدع العين ونحول المكان في إلوجين ووهم بالأدوات اللي حين بنتكلم عنها إلى مكان جميل يخدمنا فنكون احنا نجحنا كمصممين فإن احنا نضيف خبراتنا وأدواتنا في المكان ونعطيه مكان أحسن أو أفضل شنو هو الخداع مثل ما قلنا هو تحويل الفراغات في المنزل إلى أجواء تنبض بالحياة من خلال أساليب فنية نقدر نعتمد عليها في الخطوط الرأفقية والرأسية وأيضا المسافات اللونية فهذه أدواتنا الخداع البصري له أسس لازم نتعرف عليها مثل من أنتم شايفين هذه كل صورة فيها نوع من أنواع الخداع الصورة الأولى فيها من الإضاءة والخطوط الأفقية الصورة الثانية أيضا من الإضاءة والخطوط الأفقية على حسب كل غرفة نحاول نعطيها إيحاء معين نحاول نخفي نخفي هذا العيب قبل أن نشتغل في الديزاين والستايل والفكر لازم نسوي حق الغرفة شيء اسمه كنتور معظم النساء هنا راح يعرفون شنو كلمة كنتور الكنتور موجود في الميكب أيضا موجود في الفاشن أيضا يطبق في الديزاين لما نقول كنتور معناته إحنا قاعد نخفي العيوب في الغرفة وقاعدين نبرز مميزات الغرفة أيضا لازم نعرف كل غرفة شنو معناتها شنو استخدامها يعني إحنا بنستخدم هذه الغرفة في النوم أو للقاعدة أو للحركة للنشاط يعتمد نوع الغرفة علشان أقدر أعرف شنو العيب مالها وبعدين أقدر أخاطب هذا العيب وأقوم أصلحة وأسوي بطريقة صحيحة فإذا كانت مثلا الصورة الثالثة اللي هنا فيها خطوط بالعرض إذا كانت الغرفة وايد مرتفعة السيلينغ وايد عالي وحبيت وهذا كان عيب لأنه سبب لي أيضا ارتفاع السقف أحيانا يكون عيب لأنه إذا خاطب أن الغرفة نحتاج فيها هدوء أو نحتاج فيها تركيز فارتفاع مال السقف رح يسبب عيب لأنه رح يشتت الانتباه الناس اللي قاعدين في الغرفة هذه رح يشتت انتباههم لأن السقف وايد مرتفع فنضطر أنه نحن نعطي إيحاءات أن السقف أقرب ممكن بالخطوط الأفقية اللي نشوفها هني هذه الأدوات مالتنا إذا تحبون تصورونها باستخدام هذه الأدوات نقدر أنه نحن نزوي وهم ويكن ميك ذا ألوجين هابن الكلر الألوان الضوء وهو طبعا أهمى مع بعض لازم لأن نحن ما نشوف اللون إلا من خلال الضوء فنوع الضوء يأثر على اللون باستخدام المراية باستخدام تأثير الزاوية في المساحة وهذا مهم رح نشرحه بعد شوي ويا النمط والزخارف والملمس أيضا استخدمها كأداة في إيحاء أو إعطاء إيحاء في المكان بطريقة مختلفة أول نقطة اللي هي الألوان بالألوان أول شيء مثل ما قلنا إحنا نشوفه في التصميم من خلال الضوء فالعين المجردة ما راح تشوف اللون كما هو إلا لما نشوف الضوء معه علشان يعطينا أحساس كوجود اللون الغامج راح يعطينا هيمنة أو وجود في المكان فيعتبر عنصر قوي نقدر نستخدمه أن نضيج المكان أو نعطي إحساس أن هذا السطح أو هذا الحائط قريب في حالة حبينا أن نقرب الأشياء أما في حالة حبينا أن نعطي إحساس وساعة فنذهب على اللون ونستخدم أفتح الألوان علشان أن نعطيه مساحة أكثر إذا صار فاتح فلا لا وجود العين لا تشوفه فكأنه ليس موجود فإذا نحن على الأبيض والألوان الفاتحة فكأنه أخفينا مثل ما نشوف مرات الضوء لما نكون إحنا جبال مراية وحاطين ضوء جدامنا فالضوء لما ننسلطه بشكل كبير حتى مثلا الأنف ما راح يبين لأن كذل ما تسلط صار فاتح اختفى ملامح اختفت فكل ما نروح بالألوان على الفواتح راح نشوف أنه الشيء اختفى هذا إذا إحنا حاولنا أن نخفي أما إذا إحنا محاولين أن نوجده أو نتواجد في الروح على الألوان الغامجة كل ما راحنا بالغامج فقال اللون أنا موجود كعنصر فعال في الغرفة مثل ما أنتو شايفين هنا الحائط هنا غير الحائط اللي هناك في له وجود له presence فاللون قاعد يعطينا أن هذا الحائط بهذا الحجم بهذا المساحة قاعد يبين واضح معانا الحائط الثاني مختفي لأنه فاتح فما قاعدين نشوفه والغرفتين اللي هناك الحائط الغامج قاعد نشوف وجود أما في نفس الغرفة في الحائط الثاني قاعد تشوفه اللون فاتح فكأنه فيه امتداد للغرفة أبعد فهني عطينا الوهم أن الغرفة أكبر مثل ما تشوفون اللون هنا في المنتصف لأن المساحة وايد سبيشيس وايد كبيرة فإذا حبينا أن نحن نسوي تركيز حطينا لون قوي بالنصف علشان العين تنجذب عليه مثل مرات لما نحن نلبس شيء ونحط بروش كبير مثلا لون واحد فالعين وين راح تروح راح تروح فوكل بوينت حق هذه النقطة فالحائط الأصفر في هذه الصورة قاعد يسوي لي فوكل بوينت أو نقطة ارتكاز العين تنجذب لها الخداع كله في وين العين قاعد تشوف والعين شنو قاعد تشوف بالضبط لما نتكلم عن الضوء الضوء عنصر فعال أنه يسلط الضوء على مساحة علشان نشوفها والطريقة اللي نشوفها على كمية الضوء اللي نسلط عليه وأيضا لون الضوء إذا هو فاتح أبيض أو إذا هو أصفر فإذا الضوء الصباحي ما للشمس الطبيعي لأن شمس العصر راح تكون صفرة فيعطي إحساسنا على المساحة أكثر مثل ما أنتوا شايفين هني شلون الإضاءة بالصورة الأولى خفيفة وباحتة من بين الكتب بالجزئية الثانية لا الضوء ما يعطي ظل ونور فقعنا نشوفه بطريقة فنية أكثر الضوء الطبيعي مثل ما شرحنا أن مثلا في الصورة الأولى قعنا نشوف الضوء بالمنور وهي شمس الصبح شمس الصبح راح تخلينا نشوف الألوان بشكل أفتح فالألوان اللي نحطها ممكن نحن نستخدم الألوان الدافية اللي هي الألوان البيج الأصفر الألوان الدافية لأن شمس الصبح بيضة لكن لما نروح منطقة فيها شمس العصر ولاحظوا الخطأ هنا في الصورة الثانية هذا الشمس اللي داخله حق هذه الغرفة هي شمس صفرة فاستخدام البيجيات في هذا المكان قتل المكان وصار الإحساس في هذا المنطقة ضيج وايد النضيق ما في الاتساع معنا تشوفون المساحة كبيرة والدري لكن الظل والنور واللون المستخدم في هذه الصورة في خطأ جسيم يعني أبخس حق المصمم أو القطع والعناصر الثانية الضوء لما يدخل بنعكاسات راح يسوي سكلبتشر حق الغرفة إحنا راح ننحت الغرفة بالضوء مهم جدا إن إحنا نعتني بنوع الضوء اللي داش للغرفة وين وإي زاوية داشة علشان إن إحنا نستفيد من الخداع اللي ممكن نضيفه نقطة أو أسس أخرى ممكن نستخدمها المرايا المرايا تشكل نقطة رئيسية كبيرة أو عنصر فعال كبير في إن إحنا نكبر المساحة أو نسوي خداع في المساحة راح تشوفون في أحد البوثات هني بعد شوية أعتقد في بوثين بهذه الجهة وهذه الجهة مستخدمين خدعة المرايا أعتقد صوب الماربل وهني صوب فلاورد راح تدخلون الغرفة راح تشوفون مرايا تحسون من تدخلون الغرفة إن المساحة صارت شكأنها فيلد شأنها مساحة وممكن هنا نعم ولكن الغرفتين اللي هني مجلدة الحوائط في الغرفة مع أنها مساحة ضيجة صغيرة بس مجلدة في المرايا من كل جهة عطتنا إحساس إنها أميال وأميال من المساحة وتحسون باتساع المكان فيفضل أن نحن نستخدمها في تغطية الجدران بمساحات كبيرة عشان يعطينا تأثير بصري كبير هذه أمثلة تقدرون تشوفونها باستخدام المرايا بطريقة فنية وإكسسوارات أنا مو شرط أيب المرايا وأحطها لزق تشذي بشكلها العام ممكن أنا أشكل في المرايا تعطيني شكل فني أيضا ممكن المرايا تتعتق ممكن المرايا تتخدم بلونين الفاتح والغامج على أساس أننا أشكل التصميم المناسب حق مكاني أو مساحتي وهذا نوع آخر من المرايا اللي هو ممكن المدخل تضيج أننا نغلفه في تجليد وبشكل أيضا مقصص بطريقة معينة ممكن في الصورة هذيك الأولى تشوفونا محطوط في السقف أيضا الشرايح اللي هي المرايا الصغيرة تنحط في السقف توسع المساحة وتعكس الضوء ويعطيني اتساع في المكان أكثر مما هو موجود هذا أيضا مثال آخر تشوفونا المرايا محطوطة فتعكس الغرفة كأنها ضعف مساحتها هنا بعد هذا أيضا استخدام المرايا قاعد تعطيني إحساس أن الغرفة أوسع مع أنها تأثير الزاوية شنو تأثير الزاوية هذا عنصر أيضا أساسي بس هذا من يعرف يستخدمه المصمم الداخلي مو أي حد رح يعرف يستخدم هذا العنصر بشكل فعال جدا إننا إحنا علشان نعطي استخدام سليم للمساحة فإحنا لازم نحط البأثاث أو نوزع الأثاث بزوايا معينة تخدم إعطاء الإلوجين أو الإحساس بالمكان نهو أوسع أو أكبر حسب الحاجة لنا لأن إحنا شلون ندرك الأشياء في الحياة إحنا ندرك الأشياء في الحياة بصريا حسيا أو سمعيا في التصميم إحنا دايما قاعدنا نروح حق الإحساس البصري على أساس الإدراك البصري يخلينا نشوف مثل ما نشوفون هنا الجزئية الأولى الكنب محطوط بزوايا معينة من المدخل معطي مساحة أوسع للمكان لو محطوط بشكل قائم أو يعني زاوية 90 درجة ستصغر للمساحة أكثر من هذا بس باستخدام الزوايا وأيضا السلم مع المغسلة اللي تشوفونها تحت في هذه المساحة استخدم السلم بهذه الزاويا يعطاني مساحة أكبر في المكان وجمالية تأثير الحجم لما نكون عندنا أثاثنا بنحطها في الغرفة حجم هذا الأثاث مهم جدا نحن نعرفه مقارنة في غياس الغرفة من حيث السقف من ارتفاع السقف الحوائط والأجناب فشوفوا الحين هذا الحائط فيه شخص يعني صورة امرأة على اليمين وصورة امرأة على اليسار حجم الشباك رح يتأثر مع حجم الإنسان فمراعاة الحجم مع مراعاة حجم الإنسان في المساحة أيضا من أحد أنواع أسس التصميم الداخلي فيه أننا نستخدمه كوهم نوهم في المساحة أكبر أو أصغر إذا المساحة كبيرة واستخدمنا أثاث صغيرة رح يعطينا أحساس أن المساحة أكبر وهيوج أكثر لكن إذا استخدمنا في المساحة الصغيرة أثاث حجمة كبيرة رح يضيج المكان أكثر وأكثر فأيضا هذا أحد أنواع الوهم اللي ممكن نستخدمه علشان نخدع العين النمط النمط يعني الزخرفة الزخرفة ممكن تيب أنواع ممكن الزخرفة الملمسها خشن ممكن يكون الملمسها ناعم بالمربعات بالزخارف بالنقوش وأنواع كثيرة أيضا تعطيني لما نحطها إحساس بالقرب مثل اللون لها حجم لها وزن راح تشوفونها على الحائط قاعد تعطيني كتلة قاعد أشوفها فمثل ما نستخدمها في اللون والضوء فإحنا هي تبرز المكان إذا حطيناها على أي سطح راح تبرزها وإذا عطيناها يعني خفيناها راح نشوفها أنها خفيفة هذه الخطوط الطولية مثل ما إحنا في ملابسنا لما نلبس الطويل ما راح يلبس هدوم مخططة صح أو لا؟ أما القصير فأفضل أنه هو نفس الشيء في الغرفة مثل ما تطبقونا باللبس راح نطبقه في الغرفة بالعادة هذا يعطيني أن الغرفة أطول نفس الشيء هذه الخطوط ممكن تستخدم على الستائر الستائر غالباً لما تنحط في الحائط إذا حطيناها على قياس الدريشة بالضبط راح تعطيني أنه دريشة أكثر وستكف أكثر إذا راحنا على السقف الستائر ليمن السقف للآخر فعطتني خطوط vertical فأيضاً تعطيني الإحساس بالارتفاع هذا أحد الأخداع المهم جداً في التصميم هذه الغرفة راح تشوفونها شكلها أكثر ليش؟ لأن الخطوط فيها أفقية فإحساسها أنها أصغر هذا في حال إذا أنا حابة أقرب السقف وعمثل ما قلنا إذا الغرفة محتاجة أن نحن نكون مركزين فلازم الغرفة وإحساسها يكون مركز فهو أصغر المساحة الكبيرة ما تخلي الإنسان يركز فهذا باستخدام المكان وشنو نوع الاستخدام نحن نحن نعطي الخطوط والوهم هذا الآن هذه الصورة أحد أهم الطرق التي تعطينا وهم عشان أثبت لكم شون العين ممكن ينقص عليها الخطوط هذه كلها ما فيها شي 3D فهي كلها 2D يعني 2D صح؟ سطح واحد لكن بهذه الخطوط أعطينا إحساس أنها دائرة صح؟ تشوفونها أنها دائرة ولكن هي مو دائرة فهذا الاستخدام اللي إحنا نقدر نستغله علشان نوحي شي مو موجود في المكان إذا حبينا نعطي إحساس 3D فباستخدام الخطوط وإنما طوط زخارف نقدر نوهم المكان بشكل مو موجود شي مو موجود هذه أيضا تشوفون الأرض يعني أعتقد معظمنا إذا بيمشي هنا رح يخاف رح يعتقد أنه بيطيح بالحفرة هذا وهم للعين مثل ما إحنا نوهم الفنان يوهم الشكل حتى في التصميم الداخلي ممكن نحنا نوهم حتى الباب شكل حفرة وبالروح لأن هذه خطوط استخدام النمط والزخارف فإحنا ممكن نحنا نشوف شي مو موجود حقيقة مثل ما قلنا مساعة نتكلم عن الكنتور في الغرفة في الحواط أعطيكم أمثلة على كل غرفة وعيبها وشنو طريقة حلها عندنا الحين غرف منوعة سواء إذا هي غرفة طويلة غرفة ضعيفة غرفة ضيجة غرفة سقفة عالية غرفة سقفة نازل رح نتكلم عنهم وحدة وحدة رح تساعدنا على إخفاء العيوب وإبراز المميزات لكل غرفة الغرفة اللي إحساسها إنها ضيجة علشان نبي نعطي إحساس إنها مو ضيجة فإحنا نحاول إننا نسبق السطحين في الغرفة بلون واحد غامج اليمين واليسار اللي أهمة نحسهم أهمة اللي أهمة أبعد شي واللي أهمة أفتح شي نحطهم حق السقف والسطح اللي في الويه ليش؟ مثل مساعة الصورة اللي شفناها لما كانت الحائط لونها غامج حسناها قريب لما صار اللي في الويه الطوفة اللي في الويه لونها غامج حسناها قريبة لما يكون لونها فاتح نحسها بعيد ففي هذا الالوجين احنا نعطي احساس ان الطوفة طويلة الطوفتين هني وهني بلون غامج واللي بالويه فاتح فعطاننا احساس انها طويلة فكبرتها هذا نوع من انواع ايضا الخداء للعين ما حد ينتبه له اللي عقوب ما يصير نحط نحن بعدين نفكر في الاثاث والديزاين والشكل اول شي لازم نلتفت على الاساسيات هذه وطبعا الملمس لازم يكون نعم الحين هذا ممر نفس القياس نفس المساحة قولوا لي ايه اللي قاعد نشوفه اوسع او اكبر اللي على اليمين ولا اللي على اليسار اللي يقول على اليسار ارفعي ده اوكي اللي على اليمين شكله ضيد قمته مع انه هي نفس المساحة ونفس الممر تقريبا اوكي هذا ايضا ممر ضيج لكن باستخدام الاضاءة في الحوائط فوق في السقف فتشوفونه وتحت علشان تصوري فتشوفون الاضاءة من كل جهة ايضا عطت المساحة وساعة مع انه قد يكون بس التسعين سانتي او المتر اللي هو بالعادة معظم الممرات تكون فيها الحين اذا عندنا حائط ارتفاع طويل واحنا نبي نعطي احساس انه هو قصير نفس لبسنا الانسان الطويل يلبس نص بنص صح علشان يعطيني على البلوزة لون مثلا والتوب لون واللي تحت لون نفس الشي في الحائط نقسم الحائط الى نصين راح يعطيني على طول بلمح البصر انها الطوفة اكثر نفس الفكرة موجودة حق الملابس والشكل مثل ما تشوفونه هني هذا حائط حبينا ان احنا نعطيش احساس اكثر علشان المكان نحتاج ان يكون فيه تركيز فسوينا بلونين زين اذا شفنا غرفة ضيجة مو ضيجة غرفة وسيعة ونبي احساس انها هي متراصة يسمونها باللغة العربية فالكمباكت روم نقوم نلون الثلاث الاربع اسطح كلها بلون واحد علشان يعطيني احساس في التركيز واننا احنا في هذه المنطقة مركزين اكثر هذه الحلول موجودة حق مساحات كبيرة لازم ندري احنا شننا بنسوي ضروري مثلا هذه الغرفة تحسون هذه الغرفة متراصة متروسة اغراض فيها كلتر اذا عطيناها كل الحوائط كلها بلون واحد راح يعطيني شوي احساس انها ايضا اوسع نوعا ما لان فيها بعد كلتر اغراض فاذا كلها اخذ لون واحد راح يعطيني ايحاء يعني انها اقل تراسطا اما اذا حبينا نوسع الغرفة فنعطي لون وايد فاتح ولازم الملمس يكون ناعم ما يكون في زخارف ما يكون في اي خشونة عشان نعطي احساس وساعة نستخدم اللون الفاتح وايضا نحاول نقلل من الباترن واذا كان فيه باترن او زخرفة فتكون الورتكل لونج هذا المثلا الستاير واللي في الفراش هذا ايضا اللي هو الهيدبورد ما للسرير نقشة خفيفة وناعمة ما هي كبيرة وبلون واحد فتشنها مختفية نزين اذا بقصر الغرفة الغرفة طويلة مثلتش احنا نقول بالكويتي مثلتش شي طويلة شنو نسوي الروح ناخذ ابعد طوفة ونعطيها لون غامج لو عطيناها لون غامج حسين ننهي على طول قربت حلول بسيطة سهلة ما تكلف شي لكن تحل المشكلة فاذا عطيناها لون غامج وضحت بيناها فقربت وصارت اقرب مثل هذه الغرفة مثال هذه الغرفة ممكن تكون طويلة لكن لما عطينا الطوفة اللي في الويه لون غامج على طول حسين بوجودها صار لها وجود قريب فصار لونها واضح ووجودها واضح هذا الحيطة اذا بنسلط الضوء على حائط معين يا اما احط فوكل بوينت لوحة او احط هذا الحائط بلون فاتح جدا فبهذه الطريقة سلطت الضوء على هذا الحائط فاختفه وجود كل شي ثاني يعني لما نشوف الحائط هذا عليه اضاءة عليه لوحة عليه شغلة راح يلغي وجود كل شي ثاني موجود في الغرفة فما راح نشوفه فهذه احد الطرق اللي ممكن نستغلها في الخداع البصري عشان نلغي بقية عناصر الغرفة هذه امثلة وانوضحها وانوضحها مثل ما شفنا في السلايد الاول زين اذا حبينا نعطي احساس ان هذا المكان يعني هو يدوسيعنا بنعطيه احساس انه هو طويل فنقوم نلون نغمج اللون ما للثقف واخر حائط في الغرفة فراح يعطينا ايضا وجود انه صار اطول نعطيه احساس انه فيه نارو انه هو نارو باستطالة وهذا احد انواعها ان احنا ممكن نشوفوا الحائط ينقسم مع السقف بخط كامل فيعطيني احساس انها نارو ضيجناها هذا لما نكون محتاجين ان احنا نضيجها الاستطالة ايضا هذي غرفة لها عيوب انها وايط طويلة فنقوم نلون الغامج اللي في الطوفة في الاول واللي فوق ايضا راح يعطينا انه هي الونغيت انه هي طويلة السقف النازل اذا نبي نعطي احساس انه سقفنا نازل نسوي زخرفة او لون غامج او احساس بالسقف فيكسر مباشرة واذا نبي نسوي العكس نبي نبي يصير شكل ابعد فنسوي املس نقلل الزخارف اللي فيه نقلل اي ديتيلز فراح يصير شكل ابعيد او احيانا اللي نشوفه بالستايل الاندستريل اللون الاسود اللي حطوا اسود ومع شوية طرف حاشية بالحوائط راح يصير شنة سبيشوس شنة وساعة شنة ما ملغي لان اللون الاسود بدون لون فيلغي يلغي السقف مباشرة او نحن نحط لون غامج اذا نبي نبينه او نقربه مثل ما احنا شايفين هنا وجود لون مع البرواز حساسني انه هذي الغرفة اقصر او اقرب السقف صار قريب يعطينا كوزينس يعطينا احساس بالكوزي الغرفة صار حميمية اكثر اذا وجود سقف عالي في مكان حاجتنا فيه يكون كوزي ما راح ينفعنا راح الانسان يظل دايما قاعد فيه الغرفة ومزعوج يحس انه بهو بوساعة بكان يعني هايت شنة برا او الدور ما شنة داخل واحساس بالكوزينس ما راح يتواجد وشكرا لحسن استماعكم وان شاء الله اكون نفتكم يعطيكم العافية اشتركوا في القناة